اتهام حزب الخضر لشريكه الحكومي بتجاهل آرائه في حرب غزة المستشار يدعو لتجديد قوانين تخريب العلم الإسرائيلي استعدادات أمنية مكثفة قبيل احتفالات عيد الهولوين سياسي يقتل شريكته بطلق في رأسها ويعلن عن انتحاره زيادة ميزانية حماية المرأة بالنمسا للمرة الثالثة وأوكرانيا تعلن عن وقف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها تحية طيبة إلى حضرتكم النشراء الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا قالت إيفا إيرنيست ديزيتش المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر النمساوي قالت أنه لم يكن هناك توافق مع الشريك الحكومي بشأن رفض النمسا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وحسب ديزيتش فإن التصريحات التي نسبت لحزب الخضر تم تخفيفها من قبل وكالة الصحافة النمساوية آبا حيث أفادت بأن الحكومة متفقة تماما ولا يمكن بأي حال من الأحوال دعم قرار لا يحتوي على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب ولا يدين أعمال حماس لكن عدم الموافقة لم يتم التنسيق عليه مسبقا داخل التحالف يعتزم المستشار النمساوي كارني هامر تعديل قانون تجريم الاعتداءات على الرموز الرسمية بما في ذلك الأعلام وذلك بعد أحداث تخريب العلم الإسرائيلي أمام الكنيس الرئيسي في فيينا وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الثغراء القانونية الحالية في قوانين العقوبات بخصوص الاعتداءات على الرموز السيادية للدول وأشار المستشار إلى أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومكافحة التطرف ومعادات السامية ولذلك طلب من الوزيرة الدستورية ووزير الداخلية العمل على صياغة قانون مقابل لهداء الشأن علنت وزارة الداخلية النمساوية عن تعزيز التدابير الأمنية تحسبا لاحتفال الهلوين الثلاثة المقبل وذلك بعد أعمال الشغب في مدينة لينز العام الماضي وأكد بيان للشرطة عدم التسامح مع تكرار الأعمال العنيفة التي شهدتها لينز آنذاك وأشار قائد الشرطة إلى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي دون الإشارة لوجود معلومات جديدة عن أي استعدادات للشغب وفي العام الماضي قام عدد من الشبان بالدعوة عبر تطبيق تيك توك للعنف وقد تم محاكمة خمسة أشخاص وحكم على قائد المجموعة بالسجن لعام ونصف العام عثرت الشرطة على جثة امرأة تبلغ تسعة وثلاثين عاما في منطقة زويتل في النمسا السفلة تم تصفيتها بطلق نارية في رأسها وعثر على المجرم منتحرا وتم العثور على مالكة مركز لتربية الخيول في مقبرة فيلتيك صباح الاثنين وكان المشتبه شريكها وهو سياسي من حزب الحرية FBO وأعلنت الشرطة عن العثور على الشريك منتحرا بعد أن فر وهو مسلح حيث عثر على سيارته وفيها رسالة ودع وكانت الشرطة قد حذرت السكان من التجول في المنطقة لمسافات بعيدة أعلنت سوزانا راب وزيرة الاندماج النمساوية عن زيادة ميزانية حماية المرأة للعام المقبل عشرين أربعة وعشرين وقال تراب أن زيادة الميزانية بلغ 9.3 مليون يورو ليصل إجمالي التخصيصات لـ 33.6 مليون يورو وسوف تستخدم لحماية الضحايا وتعزيز مراكز الاستشارة والحماية وتعتبر هذه الزيادة الثالثة منذ توليها الوزارة وتشمل الجهود إنشاء أماكن إقامة وقائية جديدة وإستراتيجية لمكافحة العنف وأكدت راب على أهمية الجهود لمنع ومحاسبة المتورطين بأعمال العنف أعلن رئيس شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية سافتوغاز أوليكسي تشيرنو شوف في بيان رسمي أعلن عن عزم أوكرانيا تعليق نقل الغاز الروسي نحو الغرب اعتبارا من عشرين خمسة وعشرين ويأتي هذا بعد انتهاء عقد نقل الغاز مع غاز بروم الروسية في عشرين أربعة وعشرين بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة وتعتمد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يصل إليها عبر أوكرانيا وتملك شركة أومفاو اتفاقية توريد مستمرة مع روسيا حتى عام عشرين أربعين وتخطط أوكرانيا لزيادة إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية والتقليل من اعتمادها على الغاز الروسي نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفوغراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة أمسيا سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة